يقول الله تبارك وتعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عندنا هنا فائدة إعرابية فالفعل هنا يرفع فعل مضارع إبراهيم فاعل القواعد مفعول به وأما إسماعيل فهو معطوف على إبراهيم أي وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت ولكن العمل الأساس كان لسيدنا إبراهيم عليه السلام وأما إسماعيل عليه السلام فكان مساعدا لأبيه ولذلك أخر فإذن معنى الكلام هنا وإسماعيل يساعده أو وإسماعيل كذلك وهو كما ذكرنا معطوف على إبراهيم